خمس صور لكائنات غريبة تم التقاطها على كوكب المريخ خمس أشياء غريبة التقطتها كاميرات الناس على المريخ لنبدأ مارشينغ هل ذكرك الاسم بشيء؟ لابد أنك تذكرت مصدر هذا الاسم وهو نصب ستانهينغ الحجري بإنجلاتيرا وهي عبارة عن أحجار معلقة حيرة العلماء والتي يشع أنها صممت وبنيات من طرف الكائنات الفضائية التي احتلت الأرض قبل قدوم البشر لكن العلم يقول عكس ذلك لأن تلك الصخور يمكن أن تتكون بفعل العوامل الطبيعية وبالتالي تتشكل الأحجار على شكل مجموعة دائرية والغريب في الأمر أنه تم العثور على أحجار شبيهة بالأحجار المعلقة الموجودة بإنجلاتيرا بالمريخ ويظن العديد أنه ضرب من الجنون أن يتم مقارنة ستونهينغ بماريس هانغ وذلك لأن هناك اختلافات كبيرة بينهما وأن تلك الأحجار الموجودة بالمريخ تكونت بفعل الزلازل والعوامل الطبيعية وليس بالضروري أن هناك صانعا لها كما هو مشاع جمجمة كائنا فضائية على سطح المريخ أو ربما قدم كبيرة نشر بعض الناشطين عبر قناة يوتوبية صورا على الكوكب الأحمر والتي التقتتها عدسة عربة كيريوزيت متجولة منذ بداية أغسطس 2012 على سطح المريخ توضح العثور على جمجمة على سطح المريخ والتي كانت مدفونة تحت رمال الكوكب وتقول الشيعة أنها عبارة عن قدم مخلوق موجود بالمريخ يفوق حجم البشر بعشرات مرات لكن ليس هناك أي دليل قاطع بعد عن حقيقة هذه الجمجمة أو أنها مجرد صخرة تم التلاعب بها على أي حال ربما ستظهر الحقيقة بعد عشرين سنة فمن يعلم؟ وجه على المريخ إن هذا الوجه الموجود على المريخ قد سبب صدمة للعديد من الأشخاص وذلك سنة 1976 وقد تم تاليف العديد من الكتب والأفلام حوله وقد ظهرت نظرية تفسر هذا الأمر الغريب والفريد من نوعها بحيث أنه في البداية كان يعتقد الناس أنه كانت هناك حضارة قديمة على سطح المريخ حيث قام القدماء بهذا النحط للوجه البشري لكن استغرق الأمر عشرون عاما من التكهنات حتى أثبتت الصور العالية الدقة أن الوجه هو نتيجة للوهم البصري الناجم عن الضلال والضوء على تلة طبيعية على المريخ وجه الرئيس باراك أوباما إن هذه المقارنة طريفة لكن يجب إدراجها ذمن لايحة اليوم لقد تم التقاط صورة بواسطة المركبة الفضائية لوكالة ناسا سبيرت لصخرة على سطح كوكب المريخ تشبه وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك سنة 2005 وقد علقت مركبة سبيرت في المريخ منذ ذلك الحين لتتحرر من جديد سنة 2010 ويدعي العتيد أن وجه الرئيس هو جزء من تمثال قد اختفى تحت الرمال من الكتف إلى القدم ولم يتبقى منه إلى الواجهة لكن من الواضحة أن هذه الصورة هي مجرد الصخرة قد تم تعديلها بواسطة الفوتوشوب صحن فضائي على المريخ إن هذه الصورة تظهرم أن يشبه بقي صحن فضائي على الكوكب العحمر وقد تم التقاطها سنة 2015 وتقول الشائعات أن هناك حياة على المريخ وعلى خلف تستر ناسا على العديد من الأمور ورفضها لإدلابي تصريح أو تعليق على الصور السابقة فقد قرر عالم تابع للنصب التحدث جهرا ثم أجب بي أن الحياة الوحيدة الموجودة على كوكب المريخي على المستوى الميكروبي فقط وأنه يستحيل وجود أي كائنات أخرى وأن الصورة المركبة هي من نسج الخيال فما رأيكم بهذه الصور؟ وهل تعتقدون بوجود حياة على هذا الكوكب؟ ننتظر سماع رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو قم أيضا بالاشتراك في قناتنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة لا تنسى أيضا الاعجاب بالفيديو ومشاهدة باقي حلقاتنا